السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما راكم تشوفوا راكم تشوفوا في هذا العجينة المورقة يعني عجينة والله اقتصادية هو سريع تتحضير يعني كل طفلة ولا كل مرة كل واحدة قاعدة في الدار تقدر تحضرها ما تكلفهاش بزاف يعني عكس ما نشروها من البرة يعني الكمية هذه يزوج كيلو يعني جينا بخمسين الف على الاقل يعني اقل تقدر تجيك بخمسين الف كي تشريها تخدميها ما باعشرين الف يعني باكيتا فارينا وباطاتا زبدة ونتي خدمتي بها هذه العجينة المورقة انا يا هذو الطوار راح نديرهم الميلفاي وهذو الصغار راح ندير بهم لفوليفون ان شاء الله في رمضان نوري لكم الفيديوهات التاحهم ان شاء الله تحضيرات رمضان نبدأوا على بركات الله وش عندي الهنة عندي هذا الايناء هذا وعندي هذا الغربال باش نغرب لهاديك الفارينا انا اللهنة استعملت الفارينا اللي بنات اللي قالوا لي عودين يسمينا الفارينا اللي تستعملين استعمل فارين تماما لها ما هوش هي بيبلي سيتي لها ولكن الكمثار اللي ينخدم بها اللي هنا انا هذا المغارف هذو راما كيفيه ملكيل مكتوب فيه ملكيل اللي هنا عندي سبعة قرام انتاع ملح وعندي اللي هيها خمسة عشر قرام انتاع سكر يعني يمكن كمية ساحة لي في ذاك التبصي وعندي صالحة هذي وعندي ثلثميات ليتر انتاع ما عادي ملعين وكاس تعاتي من الزيت اللي عادي اللي هنا اني غربلت انا يعني الفارينا بتاعي اللي هو حلها هذك الملح واللي هو حلها هذك السكر ثاني كما راكم تشوفو يعني نخلطهم شوية برك يعني يدخلوا في بعضهم حكا نجيب الكاس نستع الزيت نفرغوا نفرغ عليه مباشرة الماء يعني مش ندخل الزيت فارينا وبعد ندير الماء لا يعني ديرت الزيت فرفت فوق هالما عادي جدا كما راكم تشوفو ندير بميات الايطرة بميات الليتر ونجمع الفارينا نتاعي يعني الكمية هذي انا قسمتها سمحولي مشي ليتر ميلي ليتر على بل بلاكم فهمتون يعني غلط بركة في مقياس نقسمها كل مية ميلي ليتر نديرها يعني ندير نلوحها ونحاول ندخل الفارينا في بعضها نجمل ما نعجنهاش الفارينا التاعي ما نعجنهاش حتى نكمل الماء يعني ما نفرغش الماء على ضربها وحدها لانه اذا فرغتوا على ضربها وحدها نخاف تجي العجينا التاعي يعني الفارينا التاعي ما تشربش الماء ونبعد العجينا التاعي تجيني مبلوله وما يصلح ليش التوريق والعجينا اللي هنا اذا جات نبلو لو زدتوا لها الفارينا ما تجيكم ش مليحة كي ما راكم تشوفوا اللي هنا نحاك ما تريفون بيد وقاعدة نطم فيها بيد وما قاش تاعي كي ما راكم تشوفوا يعني نعتها لكم بلي مهوش نعجنوها نطموها فقط هاني بعد ما لميتها نجيب ساشي اي ساشي عندكم ولا الاناء دي ما نقولكم اذا يتغلق اغلقوه ونخليوها ترتاح من اربع ساعة نصف ساعة يعني كل ما ارتاحت كل ما كانت جينا يعني تعطي لنا الطوع في الحلان انا هذه العجينا التاعي راح نحطها اطار هكا ونخليها ترتاح هنا في يعني وقت اشتاء مهوش مش مش تخل الحالي باش نحطها في الفريجي ده انا نهنا نستعمل صالحة وكل واحدة تستعمل العجينة تستعمل الزبدة تاع الطوريق اللي تحبها هي انا قلت لكم الفارينة والزبدة اختيارية انا اللي هنا بحرارة الغرفة هذه الزبدة قسمتها في النصف وحطيتها في الورق تاحها بعد وراح نغطيها بصاشي يعني انتم واحدة قسمتها بصاشي اللي عندها لنا احنا نغطيها فين بعد ونحاول اولا دروا تشوفوا كيفه نضربها باش نكسلها على قسم الصاشي انا حبيت نحلها اه تعطيلي مستطيل قبل الصاشي هكي يعني نضربها بهذا الحلال ومن بعد نحاول نحلها لانه كل ما تضربوها كل ما تطره هي شوية ومن بعد ما طرقت الحلال يجيكم سهلة جدا هاكم تشوفوا اللي هنا بعد ما حلتها يعني ومن جويه منك يخرج لي نقطعه يعني نعدلها نديرها مستطيلة هكا ونحطها في الفريجيدار هي حطيتها في الفريجيدار مدد عشر دقائق لانه كي ما كنت نحل فيها طرق لي بثاف ما حبيتهش تسيحلي على اللقات حطيتها في الفريجيدار اللي هنا نستعمل الفارينة الرشو بيها لبلون دوت خافاي ما استعملوش الانشاء الورق العجينة المورقة ما تحبش انشاء تحب الفارينة يعني نغير بالفارينة فقط اللي هنا نجي بدنا يا هديك الزبدة تعيبات ما حلت اللقات التاعين حتى في النص ونحاول يعني هاد طريقه لدينا تكل وحده تشوف اللي نخرج تاحا كيفه تديرها المهم نغطيه هديك الزبدة بالعجينة اللي عندنا يعني ما تتقيدوش بالطريقه التاعي كان اللي يحب يديرها مستطيل للعجينة الزبدة تاعو يديرها مستطيل بثاف والعجينة ميحلهش كيمانايا هيكا حليتها بثاف وبعد طبقتها المهم انا نعتلكم الطرق الرئيسية لهذه العجينة كيمانا راكم تشوفوا دايما نضربه بالحلال قبل ما نحله ودائما نضربه في نصف العجينة يعني نروحوا للنصف هذيك العجينة ونضربوه اللي كوتي باش تمشينا لهيها وما نطبعوش بزا باش متخرجناش الزبدة على العجينة يعني هذو من اسرار نجاح هذي العجينة المورقة نخدموه غير بالعقل بركة كيمانا راكم تشوفوه كيف ضربت هذي ما تطرى ونحاولو نطبعوها منه ومنهيه انا اللي هنا قدرت الاخترة اللي اولا حليتها ليه انا راح نخدم طريق يعني دوبلا تور كيمانا يقولوا يعني ما راحش ندير تور واحد راح نديرها ست يعني ثلاث مرات دوبلا تور يعني الست خطرات تور واحد كان اللي يخدمها خمس خطرات يعني دير تور واحد ودوبلا تور اخترتين انا يلا ندير دوبلا تور ثلاث خطرات على مرة واحدة باش تفيه عشر دقائق نكملها والفارينة اللي تجي الفوق قبل ما نطويوها هذه العجينة لازم ننسفوا الفارينة اللي تجي من الفوق باش نبعد ما تتحللناش هذه هي الطريقة انا يقول لكم انا نخدم ثلاث خطرات يعني هذه العملية نعودها ثلاث خطرات مع هذا العجينة نديما قلت لكم نضربوا في المنزق ونطبعوا بلعق منه ومنهي حتى تتحللنا العجينة وبعد نحلوه امارات ما تشوفوه طريقة بسيطة جدا راني زيت حليتها وشي هو الدركة جاتني العجينة الطويلة بزاف قطعتها الى نصفين يعني زوج مرسوهات واحد كبير واحد صغير كل مرسوه خدمته على حيده يعني واحد درته دو فوا والاخر الثاني درته دو فوا باش يعطيلي النتيجة اللي نحب كيف راني نخدم قطعت العجينة تعي على خطراتين يعني كما تشوفو راني دائما نضرب في النص وبعد نحب يعني طريقة بسيطة جدا ان شاء الله تكونوا فهمتوني واستوعبتوا يعني الطريقة كيف راني نخدمو بسيطة جدا واقتصادية جدا وتخرج لك كميه يعني كيلو تفرينة يعني يعطيك زوج كيلو تعال العجينة يعني يخرج لك كميه ما شاء الله وفي دقيق معدوده وتقدري تخبيها في الكونجيلاتور تستعمليها في رمضان زيما دركه مثلا هذي خدم لك ديك منها خمسة عشر يومتا رمضان تقدري تخدميك كل نهار بيها يعني اذا تكون العائلتك يعني صغيرتها خمسة ستعبات خرج لك ما شاء الله كما راكم تشوفو بعد ما كملت حليتهم ها هو كالطوريخ كيف راكم تشوفو فيه يعني جا هايل هايل جربوها ان شاء الله وردوا علي وقولولي واش رأيكم في هذه العملية البسيطة جدا يعني بل ينو كل اخت راي تقدر اديرها دركه ان شاء الله نديره في ليساشي حتى في الكونجيلاتور في رمضان ان شاء الله نبدأ ونديره يم وملاحات ولا الصهارات علابة احنا في الحجر الصحي هذا رح يكونوا ديما لحوانت يعني مغلوقين المهم نتمنى ان شاء الله نوصل للرمضان لا فاقد ولا مفقود اه وان شاء الله نديره مع اخواتاتي تحليات ونديره مملحات بهذه العجينة المورقة واللي عندها اي استفسار او طلب تخليه اللي في ليكو مونتاق ان شاء الله وانا اولد بطلباتكم ان شاء الله ديما والسلام وختام حبيباتي نخليكم مع هذا الفيديو للاخر تشوفو كيف كملت هذه العجينة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة